تتواصل تغطية الصحافة العالمية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مقالاً تحدث عن المظاهرات التضامنية المؤيدة لفلسطين والتي تدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتشير الصحيفة إلى أن التضاهرات المؤيدة للفلسطينيين ليست مسيرات كراهية بل تظهر عدالة القضية والتضامن الشعبي وتقول بينما تمتلؤ الشوارع في لندن وغيرها بأعداد متزايدة من المؤيدين لفلسطين ومع احتجاج كبير مخطط له وسط لندن في نهاية هذا الأسبوع يبتكر الساسة والمعلقون البريطانيون طرقاً جديدة لوصف ما يحدث بمسيرات الكراهية على حد تعبير وزيرات الداخلية سويلا بريذرمان لتفريغ المظاهرات من أي مظهر للفضيلة مجلة بوليتيكو الأمريكية صلتت الدواء أيضاً على العراقيل التي تواجه كل من يتضامن مع فلسطين وكشفت عن تزايد حبلات القمع لمؤيد فلسطين وتحذر من كارثة ثانية ونقلت بوليتيكو عن أستاذة متخصصة بتغيير معاني حرية تعبير في الولايات المتحدة الأمريكية تنتمي لجامعة شيكاغو جينيف لاكير عما وصفته بأنه وضع مثير للخوف ظهر عقب الحرب على غزة مبرزة أنه يبدو كأننا أمام كارثة جديدة وتضيف الجامعات هي عرضة للضغط منذ وقت طويل ورأينا قوانين تفرد عقوبات على من يشاركون في حبلات مقاطعة ضد إسرائيل بعضها استخدم وبعضها لم يستخدم وتأتي على رأس ما ينظر إليه التعبئة والتنظيم وإزدار التشريعات في جهد لمنع الناس من التعبير وفي حالة متعددة المواقف المؤيدة للفلسطينيين في ذات المجلة حيث حصلت بوليتيكو على رسالة حصرية مسربة لدبلوماسيين أمريكيين ينتقدون سياسة الحكومة والرئيس بايدن تجاه الشرق الأوسط وأسلطت المجلة الضوء على الصخط الداخلي في وزارة الخارجية بشأن سياسات الرئيس جوب بايدن في الشرق الأوسط وقالت إن موظفي وزارة الخارجية وجه انتقادات لاذع لتعامل إدارة بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائلين إنه من بين أمور أخرى ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد لانتقاد الإسرائيليين بشكل علني نختم هذه القراءة مع صحيفة The Independent البريطانية التي نشرت على صفحاتها الأولى من جهة اليسار دول ترغب بوقف إطلاق النار في غزة ومن اليمين الدول التي ترفض وقف إطلاق النار وهي إسرائيل وأمريكا وبريطانيا